استهداف جديد للقوات الامريكية في سوريا الجيش الامريكي كشف ان صاروخين استهدف قاعدة امريكية بشمال الشرق سوريا دون ان يسفر عن وقوع اصابات او اضرار بالقاعدة واضاف الجيش ان قوات سوريا الديمقراطية تفقدت موقع اطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يطلق استهداف القوات الامريكية جاء عقب دعوة الى التهدئة اطلقها ممثل واشنطن في شمال شرق سوريا نيكولاس جرانجر المسؤول الامريكي حث على نزع فتيل التصعيد بشكل فوري وذلك بعد ايام من الغارات والقصف على الحدود السورية التركية قائلا ان هذه الافعال تزعزع استقرار المنطقة وتقوض المعركة ضد تنظيم داعش كما تعرض افراد الجيش الامريكي للخطر وكان الرئيس التركي رجب طيب اردغان قد اشار الى ان العمليات العسكرية في الشمال السوري تهدف الى اقامة ما وصفه بالحزام الامني من الغرب الى الشرق على طول الحدود الجنوبية لتركيا شنت انقر الاسبوع الماضي موجة من الغارات على المسلحين الاكراد في سوريا والعراق ردا على تفجير وقع في الثالث عشر من نوفمبر باسطنبول وجهت تركيا اصابع الاتهام فيه نحو الجماعات الكردية